السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة بقى هنعمل وصفة كده بجد طحفة هنعمل بطاطس مقلية بس من غير ولا نقطة زيت طعمها جميل جدا مقرمشة من برة وطرية من جوة طعمها بجد رهيب هنعمل بطاطس صحية مناسبة للضيت وللأكل الصحي وطبعا كلنا بنحب البطاطس شايفين الوصفة الجميلة دي هنعملها من البطاطس بس من غير اضافة اي حاجة تانية غير شوية توابل طريقة تحضيرها سهلة وطعمها بجد خطير يلا بينا نشوف طريقة العمل معايا بقى دلوقتي للوصفة دي بطاطسايا واحدة دي بطاطسايا مسلوقة بالمية بس ده وزنها بعد السلق وزنها 277 جرام السعرات الحرارية بالنسبة للبطاطس المسلوقة بتختلف عن البطاطس الناية دي بطاطسايا وزنها 277 جرام دي بتكون السعرات الحرارية 277 جرام من البطاطس المسلوقة بتكون السعرات بتاعتها 241 سعر حراري طبعا احنا لسه هنبدأ الوصفة هقول لكم في الاخر خالص القطعة الوحدة من الوصفة اللي احنا هنعملها دي سعراتها قد اين وطبعا احنا بنوزن البطاطس بعد ما تتسلق يعني مش وهي نية لا بعد ما تتسلق بنوزنها وناخد الكمية المناسبة دلوقتي بقى يلا بينا نجهز الوصفة زي ما قلت انا معايا حبة واحدة من البطاطس دي بطاطس مسلوقة بالمية بس وسبتها لغاية لما اتسلقت كويس وبعد كده صفتها من المية وسبتها لغاية لما نشفت من المية بتاعتها او تنشفها كويس بمناديل بعد كده انا طبعا بحب اقشرها بطريقة سهلة فبنحطها بقى دلوقتي في طبق كبير ونضغط عليها كده بالهراسة كل ما القشرة تفصل بنشيلها بالشكل ده كده ده بيكون اسهل من ان احنا نقعد نقشرها وتتقصر مننا يعني انا بفضل الطريقة دي لو عايزين تقشرها باي طريقة تانية حاجة ترجع ليكم مجرد بس ان احنا نضغط عليها كده بالهراسة القشرة بتفصل وبنشيلها على جنب هنبدأ بقى دلوقتي نهرسها كويس بالشكل ده كده ونشيل اي قشرة تطلع قدامنا لغاية لما تتهرس معنا ناعم زي ما هنشوف دلوقتي بعد مهرست البطاطس كويس بالشكل ده هنبدأ بقى دلوقتي نحط عليها شوية بهرات برجع وقولكو تاني احنا مش هنضيف اي حاجة على البطاطس هنستعمل البطاطس بس شلنا بعد دلوقتي القشرة خلاص مش محتاجينه وهنبدأ بعد دلوقتي نحط البهرات حطيت رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود وكمان رشة بسيطة من البابريكا ورشة بسيطة من الكزبرة الناشفة طبعا نحط البهرات على كفكو بس ياريت تحطوا اللي انا بقولوا دا دلوقتي وبعد كده هنحط كمان رشة بسيطة كده من الكمون وكمان رشة بسيطة من الملح ممكن كمان نزود بودر التوم لو انتوا عايزين لكن انا هقدم معاها مايونيس صحي فانا حطى اصلا فيه توم فلو انتوا مش هتاكلوها مع مايونيس صحي ممكن انتوا كمان تحطوا بودر التوم هرجع تاني اهرسها بالشكل دا كده وهيكون الافضل ان احنا يعني نخلطها بادينا كويس زي ما هعمل دلوقتي علشان نتأكد كده ان البهرات اه يعني اتقلبت كويس كده مع البطاطس المهروسة بتكون معانا بقى دلوقتي جاهزة ان احنا نشكلها هنجيب بقى دلوقتي صنية ونحط عليها ورقة زبدة ونبدأ ناخد كمية كده من البطاطس اللي عليها البهرات اه انا حابة ان انا اعملها بشكل بسيط كده وكمان اعمل فتحة من النص علشان تبقى تتحمر معانا كويس او تقرمش كويس فاول حاجة انا هبدأ كده اعملها الاول على شكل دوائر وبعد كده هبدأ ان انا شكلها طبعا ممكن تعملوها صوابع رفيعة او زي ما انتوا عايزين بس دي اكتر طريقة انا جربتها وطلعت معايا البطاطس مقرمشة من بره وطرية ولذيذة من جوه كده طبعا لما تجربوا الوصفة تعرفوا نقصوا ايه يعني بالكل هبدأ بعد الوقتي اعمل دوائر البطاطس بالشكل ده كده اهم حاجة علشان البطاطس تتشكل معاكو بسهولة تكون نشفة كويس او من الميا اللي كانت مسلوقة فيها يعني ما تكونش البطاطس فيها ميا لسه لازم تنشفوها كويس قوي بعد ما شكلت الاعراس بتاعة البطاطس بالشكل ده كده انا عايزة ان هي تكون مقرمشة قوي يعني مقرمشة منبرة قوي يعني فدلوقتي هعمل فيها فتحات من النص بالشكل ده كده اي حاجة عندكو على شكل دايرة او ممكن حتى تعملوا انتو الدايرة دي بسبوعكو كده المهم ان هي تكون مفرغة من النص بالشكل ده كده علشان تدينا بطاطس مقرمشها طبعا الاجزاء اللي بتطلع دي لسه هرجع تاني شكلها وبرضو ان احنا نعملها بالشكل ده هيدينا كمية اكبر من البطاطس دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نشيل كده الاجزاء اللي في النص باي بقى اداء عندكو وبعد كده طبعا لو اتقصرت شوية من اي طرف كده بنحاول ان احنا نزبط الشكل بتاعه هكمل بقى دلوقتي بقى الكمية بنفس الطريقة كده والاجزاء اللي بتطلع معنا دي نرجع تاني نشكلها كده وبرضو نفضي الفراغات اللي في النص زي ما هعمل دلوقتي انا دلوقتي بوريكو الطريقة طبعا مش لازم ان انتو تعملوا بطاطساية واحدة ممكن تعملوا كمية كبيرة من البطاطس لان هي بصراحة هتعجب اولادكو قوي طعمها حلو جدا جدا وهتعجبكو انتو كمان يعني انا بس بوريكو كده الطريقة ممكن تقطروا الكمية عن كده اهم حاجة تبقى عارفين الوزن قد ايه وتحسبوا الصعرات الحرارية علشان تعرفوا تحسبوها الميت جرام من البطاطس المسلوقة الصعرات الحرارية بتاعتها 87 صعر حراري انا استعملت في الوصفة 277 جرام هتكون الصعرات بتاعته 241 صعر حراري شوفوا بقى انتو هتستعملوا بطاطس وزنها قد ايه وبعد كده احسبوا الصعرات الحرارية لكمية كلها وبعدين اسموها على القطع وبعد ما خلاص تقريبا كده خلصت تشكيل القطع بتاعت البطاطس كلها ادتنا 13 واحدة بالحجم ده وقطع واحدة صغيرة ما نفعش لنا اشكلها اي حاجة فخليتها على شكل اسبوع كده يعني الكمية دي تدينا 14 قطع هناخدها بعد الوقتي ونحطها في الفرن بس مش هنشغل الفرن من تحت هنشغل بس شوية الفرن بيكون طبعا الفرن سخن كويس قوي قبلها هناخد بقى دلوقتي الصينية دي واندخلها تحت شوية الفرن تحت الشوية مش هنشغل الفرن من تحت لأ هنشغل بس الشوية وانسابها بقى لغاية لما تتحمر هتاخد لها حوالي من 10-15 دقيقة كده وده شكلها بعد ما تحمرت معانا بالشكل ده كده هنطلعها بقى دلوقتي من الفرن وهنقلبها على الناحية التانية ونرجع تاني ندخلها تحت الشوية عشان تتحمر من الناحية التانية وتقرمش طبعا هيكاد سخنة خالص وانا بقلبها كده بس عادي ما فيش اي مشكلة نقلبها بسرعة كده واندخلها تاني تحت شوية الفرن لغاية لما تتحمر معانا خالص بالشكل ده وده شكلها معانا بعد ما طلعت من الفرن شايفين ما شاء الله جميلة جدا متحمرة ومقرمشها وان شاء الله هتعجبكم قوي دلوقتي بقى يلا بينا نقدمها انا قدمت البطاطس دي بالطريقة البسيطة دي شايفين ما شاء الله جميلة جدا طبعا انا قدمت 13 قطعة اللي شكلهم حلو والقطعة اللي 14 اكلتها على طول بصراحة شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا مقرمشة من بره وهشة كده وطرية من جوه وطعمها حلو قوي قوي قدمتها بقى دلوقتي مع المايونيز الصحي وصفة المايونيز الصحي دي موجودة على القناة وده الفيديو اللي انا مشغلاه على الشاشة من فوق كده ده المايونيز الصحي على فكرة انا عاملاه من غير زيوت خالص وكمان من غير بيدني الوصفة موجودة على القناة طعمه جميل جدا لو حابين ان انتوا تضربوا الوصفة بتاعة المايونيز الصحي هتلاقوا الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصفة وصفة سهلة ومكونات بسيطة طعمها زي الميونيز الاصلي بالزبط هحط لكم رابط الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف نرجع تاني بقى للبطاطس التحفة بتاعتنا شايفين ما شاء الله هاشا كده من بره وطعمها جميل جدا لما اتجربوها مع الميونيز الصحي ان شاء الله هيعجبكوا اوي هقول لكم بعد الوقت السعرات الحرارية للقطع الوحدة الكيمية كلها سعراتها 241 سعر حراري عملنا 13 قطع حجمها كويس وقطع واحدة صغيرة خلينا نحسب بس 13 قطعة هتكون السعرات الحرارية للقطع الوحدة 18 سعر حراري تقريبا الوصفة سهلة بمكون واحد بس صحية وجميلة جدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالفهدا وعافية